اكد الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام ان قانون العقوبات والتدابير البديلة يتصل اتصالا وثيقا بحقوق الانسان ويعد نقلة مهمة في السياسة العقابية وهو احد نتائج جهود مملكة البحرين ومساعيها الجادة في رعاية هذه الحقوق التي انعكست واقعيا في استفاء المملكة منظومتها الكافلة لتلك الحقوق جاء ذلك خلال الندوة الاقليمية حول التطبيق الفاعل للعقوبات البديلة التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بشركة مع الامم المتحدة بحضور معالي وزير العدل وشؤون الاسلامية والاوقاف شيخ خالد بن علي آل خليفة حيث اكد النائب العام ان هذه الندوة تأتي ترجمة للاهتمام الدولي بانجازة مملكة البحرين التشريعية والمؤسسية التي تتفق والمعايير والمبادئ الدولية وبالاخص في شأن نظام العدالة الجنائية كما استارض النائب العام في الندوة الغايات الانسانية لقانون العقوبات وتدابير البديلة والاثار الاجتماعية الإيجابية المترتبة على العمل به والاجراءات المتبعة في تطبيقه مشيرا الى ان عدد المسفدين من تطبيق القانون قد بلغ ثلاثة الاف وثمانية وتسعين محكوما اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر